في البداية أنا ببارك لجماهير كرة القدم الأردنية لجماهير نادي الوحدات التأهل اليوم في دوري أبطال آسيا 2 النسخة الأولى المحدثة في نظام الاتحاد الآسيا والجديد البطولة اللي بيشارك فيها أكبر أندية آسيا تشارك فيها أندية النخبة في الدوريات الكبرى أنديس السعودية قطر إيران الإمارات كوريا اليابان تأهل كبير مستحق تأهل من مجموعة صعبة من مجموعة صعبة جدا كان تأهل أشد المتفائلين صراحة لما كنا نحكي عن أبطال آسيا كان يحكي الوحدات بجيب الثالث أو الرابع بالمجموعة كثير 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 كانوا كلنا يعني كلنا خايفين الأنذية الموجودة في البطولة الأنذية الموجودة في مجموعة الوحدات في مفهوم كرة القدم بمفهود جودة اللاعبين بمفهوم الإمكانيات هي أفضل من نادي الوحدات لما بدنا نحكي نحكي نادي الشارقة بالتأكيد هو عنده أسماع على أعلى مستوى عنده محترفين على أعلى مستوى قيمة الفريق عالي جدا 44 مليون دولار لما نحكي نحكي على فريق سبهان أصفهان ما شاء الله خمس نجوم بمنتخب إيران لعيبي كانوا سابقين غيرهم بمنتخب إيران أربعة أو خمسة وخمس محترفين شفنا اليوم نزونزي اللاعب اللي كان عقده قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات في روما أربعين مليون شفنا اللاعب دابو اللي كان متألق بالدور الفرنسي ودوريات أوروبا شفنا لاعبين على أعلى مستوى كامارا اللي كان مع فولهام بالدور الإنجليزي مع أولوبياكوس الجزيرة الإماراتي لاعيبي صراحة قيمة المحترفين عالية جدا قيمة الفريق عالية جدا نجوم منتخب إيران نجوم كبار في منتخب إيران أسماء تشاركوا بالتشكيل الأساسية في البطول تصفيات كأس العالم اللي إيران تقريبا تأهلت يعني بدها معجزة إنها ما تتأهل بل ما الوحدات يلعب بهذه المجموعة بإمكانيات محدودة بظروف صعبة ويتأهل من هاي المجموعة وهم كانوا يعتقدوا أن الوحدات رح يكون حصالت المجموعة وكثير ناس كانت تتوقع لكن الوحدات أثبت أنه نادي كبير وأنه المارد الأخضر يقاتل في بطولة آسيا ويواجه أكبر أنديتها ويحقق التأهل المستحق في هذه البطولة تأهل مستحق فاز على الفريق الإيراني وتعادل مع الفريق الإيراني فاز على فريق وتعادل مع الشارقة الشارقة الإماراتي بكل إمكانياته بالإمارات اثنين الجميع فاز في المبارتين على نادي استقلول اللي هو مصنف في البطولة الثالث والوحدات رابع استقلول اللي هو المركز الأخير التعاقداته ست مليون خمس مليون فاصل سبع بالعشرة أنت أقل من مليون دولار بلعيبة بثلاثين ألف واربعين ألف دولار بإمكانيات أقل بظروف أصعب بفريق بتقدرش تدور فيه بفريق ما بتقدر تلاعب فيه غير ثلاثة أربع تشر لاعب أنك تفرض واقعك وتتأهل وتكون أول متأهل هذا إنجاز وإنجاز كبير وجميع الإخوان اللي علقوا واللي كتبوا أنه الأداء واللعب الدفاعي الأخوان الوحدات ما كان بإمكانه في إمباراة مع فريق بهذا الحجم يفتح ملعب لو بالدور الأردن لعب هيك أكيد كلنا بدنا نكون نحكي شو هالأداء هاي الإمباراة لا تلعب إلا بهاي الطريقة هاي المباراة لا تلعب إلا بالانضباط العالي والانضباط العالي والانضباط العالي ما في حل آخر لو فتحت الملعب خمس دقائق أنت بيجي فيك ثلاث أهداف الفريق الإماراتي لما أجى فيه هدف مع الفريق الإيراني فتح الملعب ثلاث أهداف مباشرة فريق استقلول أجى فيه هدف في الدقيقة أربعين بالشوط الأول طلع يعدل أجى فيه ثلاث أهداف مباشرة إمكانيات عالية عند الفريق الإيراني قدرات عالية جدا نجوم على أعلى مستوى قبل ما تبدأ الامباراة لما أنا حكيت لكم صالح الحرداني صار جناح أيمن وبدل وودة آريا يوسفي يلعب ضهير أيمن هو ضهير شمال واتنين في منتخب الإيران التنين يلعبوا حاليا بالمنتخب الإيراني إنه هو يضغط على الوحدات من الجبهة بجبهته اليمين وفعلا هو مارس معظم ضغطه من الجهة اليمين لكن صراحة أداء استبسال استبسال من لاعبين الوحدات حتى مهند سمرين اللاعب الجناح المفروض دوره هجومي كان يرجع يساند كزعر البطل كزعر اللي كان قتالي كزعر اللي كان روحه عالية كزعر اللي لعب مباراة كبيرة قدام صالح الحرداني وبعدين لما دخل مهيبي قدام مهيبي كزعر اللي قدم فعلا كان أداءه كبير كل كرة كان يقاتل عليها في كل كرة كان يحارب عليها اللاعب اليوم بدلوا جهد خرافي جهد كبير 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 استنزفوا كل طاقتهم بالمباراة الرتم عالي جدا عند الفريق الإيراني سرعة الألعاب سرعة التمرير الضغط العالي الفريق الإيراني حقيقة دخل الامباراة بشراسة كبيرة جدا بشراسة هجومية بتنويع بتركيز هجومي كبير بضغط عالي كبير بس الوحدات كان صامد هذا الصمود كان صمود بطولي ما عندك حل ما عندك حل تفتح ملعب جاريهم؟ جاري مين؟ كرة القدم إمكانيات وجودة لاعبين وجودة اللاعبين قدرات اللاعبين يخلف عليهم اللاعب بالإمكانيات هذه بأنهم قدروا يصمدوا أمام هذا الفريق قدروا يفرضوا التعادل اكيد الفريق الإيراني كان ضاغر اكيد الفريق الإيراني مستحود على الكرة الفريق الإيراني تعادلوه تقريباً 99% خارج البطولة يعني المباراة كانت بالنسبة للفريق الإيراني حياء وموت ودخلها باعتبارات كبيرة رد اعتبار وبدأت أهل بأي طريقة ودخل كل النجوم يعني هو عنده النجوم ودلاء هم نجوم لما واحد زي لاعب رقم 11 جواد من النجوم المميزين بإيران يكون بديل وبديل لمين بديل لمهاجم رضائي اللي كل المباراة بيسجل أو بديل للجناح الأيصر مهدي لموتشي اللي من أفضل الأجنحة في إيران إحنا واجهنا تحديات كبيرة جداً في المباراة واجهنا نادي شرس نادي بده يتأهل نادي أعلى منه بالإمكانيات نادي يتصدر الدور بإيران إحنا كرتنا أنديتنا مش بمستوى أنديت إيران عشان هيك اللي عملناه مش بس إنجاز أنا باعتبره إعجاز التأهل من هاي المجموعة إعجاز إحنا كنا نعب ببطولة آسيا مع كأس اتحاد آسيا ومع عندي يزين وما نتأهل الموسم الماضي مع عندي يزين ما تأهلنا فأنا بحكي اليوم الوحدات عمل إنجاز كبير نجح في مباراة كبيرة قدم مباراة كبيرة بطولية قتالية بعيداً عن التكتيك نعم إحنا لعبنا خمسة أربعة واحد لش إحنا خجنين نحكي إنه لعبنا خمسة أربعة واحد منتخب النشامة لعب خمسة أربعة واحد كثير لأن أنت لما بتواجه نادي إمكانيات وفريق إمكانياته أعلى منك ولعبته أحسن منك شو بدك تلعب بدك تفتح لهم ملعب بدك تعطيهم مساحات مهم يكانوا يستنوا المساحات أداء بطول كبير مباراة الحمية للوحدات هاي مباراة الحمية تحسب لنادي الوحدات التأهل من هاي المجموعة يحسب لنادي الوحدات الوحدات حيلعب الآن مع الشارقة مرتاح مرتاح جدا الشارقة اللعيبة يقدروا يعني يطلعوا من الاستنزاف البدني اليوم وأكيد فيه غيابات وإنظارات ستغييب اللعيبة بعض اللعيبة في المباراة الجاي بس إحنا ارتحنا إحنا الآن ارتحنا بالدور الثاني إحنا بدور السطاش إحنا اليوم جائزة بدور السطاش التعادل ما علي جوائز بس التأهل لدور السطاش 80 ألف دولار رح يخشوا برصيد نادي الوحدات الحمد لله الحمد لله إن الوحدات لم يخسر في هاي البطولة الوحدات خمس مباريات مع أندي قوية أفضل منه بالإمكانيات والتجهيز وجودة المحترفين وجودة اللاعبين وإمكانيات اللاعبين لم يخسر الوحدات لم يخسر الوحدات محقق ثلاث انتصارات وتعادلين مع أندي كبير جدا مع أندي تفوق الوحدات وأحنا بنحكي على مباراة مباراة أول مباراة اللي بقول لي رح تنتهي ثلاثة اللي بقول لي رح تنتهي أربعة لما قدرنا نطلع فيها متعادلين وتقدمنا بهدف في ناس برضو مش عاجبها أخوان رحم الله امرأة عرفها قدره نفسه إمكانيات كرة القدم في الأندية عندنا معدومة بالنسبة لأندي اللاعبها إحنا شو عندنا إمكانيات إحنا بنشكل فريق بمليون دولار هم بشكلوا فريق بأربعين مليون دولار الفارغ كبير لكن فيه إشي اسمه الروح فيه إشي اسمه العزيمة فيه إشي اسمه الإرادة فيه إشي اسمه القتال فيه إشي اسمه لو توفرت الظروف للاعبتنا ولنجوم كان صاروا الآن أسعارهم بالعلالي فيه أشياء كثيرة الوحدات اليوم بطل بطل وحقق المطلوب إحنا بنحكي الآن هذا إنجاز كمان وإنت معامل الإنجاز تيجي كمان مش عاجبك إيه هذا إنجاز يعني لو اخسرنا بيعجبك لو فتحنا الملعب واخسرنا كان كلنا زي اليوم نزلنا هجوم هجوم ليش مدافعت ليش مدافعت ليش ما عملت لأنا بحكي الكابتر رأفة علي مباراة اليوم تحديدا إحنا مباراة الدرع طلعنا انتقدناها بس اليوم بنحكي رأفة علي أدار المباراة بشكل ممتاز بالإمكانيات الموجودة باللاعبين الموجودين بالانضباط العالي جدا أول تعليق بقرأه أبو محمد كاركور يعني هذا بعد بعد عناء أول تعليق يالله معناته الحمد لله بلشت التعليقات تظهر في الأيام الأخيرة أنا بحاول أرفع معنويات الكابتن عبدالله الفاخوري بحاول أرفع أحكي عن عبدالله الفاخوري وأشحذ هممه في ناس مش عاجبها طب شو ليش مش عاجبك اليوم عبدالله الفاخوري رد على الكل ورد على كل العالم أنا موجود أنا حارس كبير أنا عندي الإمكانيات أنا الحارس الأبرز اليوم الكرات اللي تصدّالها عبدالله الفاخوري مش أي حارس بتصدّالها صعب جدا وإلى بعد الحدود خمس كرات تصدّالهم عبدالله الفاخوري أهداف بالشوط الثاني في الدقائق الأخيرة في تزديد هذه صعب جدا أصعب من الهدف اللي تسجل فيه بس دليل أنه الهدف لما تسجل فيه لسه ما كان داخل بجو المباراة في المنتخب بعدها أصلا في المنتخب تصدّى لثلاث كرات كان مركز كان حاضر كان موجود بالكرات الساروخية تصدّى بالكرات البعيدة تصدّى بكل الكرات كان عبدالله الفاخوري اليوم بطل المباراة شئنا أم أبينا اليوم عبدالله الفاخوري كان نجم المباراة واليوم التأهل هذا أنا بحكي عبدالله الفاخوري رودوري كبير فيه وهو صاحب إنجازي اليوم لأنه اليوم هو حملي الوحدات اليوم حمل المباراة على أكتافه هذا الحارس الكبير هذا الحارس المتألق هذا الحارس النجم اللي أنا لسه براهن عليه وحضلني أراهن عليه وراحكي عنه رح يكون هو حارس في يوم من الأيام هتشوفه وقريبا عبدالله الفاخوري هاي المباراة رح ترجعه رح ترجعه أعلى مستوى إن شاء الله هاي المباراة رح تخليه حارس الحوت اللي بنحكي عنه خليفة عامر شفيع في الأردن هذا الحارس الكبير عامر عبدالله الفاخوري أبدعت يا عبدالله انتوا عارفين حجم الضغطات اللي كانت على عبدالله حارس اليوم يظهر بهذا المستوى بعد حمل كبير اتعرض لها شو هاي الإرادة اللي عنده شو هالجلد اللي عنده اللي يقدر يظهر اليوم بهذا المستوى ويحمل فريقه هدول اللاعيب اللي بنجحه هدول اللاعيب اللي بيصير بيعلموا في كرة القدم اللي بيقدر يرجع اللي بنهزش وعبدالله منهزش وعبدالله كان نجم وعبدالله بطل مباراة اليوم نعم عبدالله الفاخوري كان بطل مباراة اليوم اليوم أنا بدي أشكر جميع اللاعبين في هذه الوحدات قتال 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 على كل كرة مش لما يصير غلط ولا ما هو بدك انت من الضغط بس نصير أخطاء أحيانا بس القتال كان هو واضح قتال كبير جدا لما بدي أجي أحكي من عند كزع القدم مباراة كبيرة جدا في الظهير الأيصر قدم مباراة قتالية قدم قاتل على كل كرة لما بدي أجي أحكي على دانيال وعرافات وأبو الجزر ما شاء الله تصدي رقابة ضغط ضغط ما تركوا مساحات مباراة يعني كأنهم ذاهبين في معركة مباراة ملحمية قدموها لما بدي أحكي عن فراص شلباي اليوم أدى دور دفاعي عالي دائما نحكي فراص بأديش اليوم لما كان مركزه يلعب مدافع مش لاعب يهاجم واجباته لما التزم بالأداء الدفاعي لأنه اليوم هيك كانت وظيفته مش يتحول لجناع أدى مباراة كبيرة مع إنه شارك بكرتين ثلاث وتقدم فيهم وكان حل وكان عنده وسجل هدف طبعا يعني دائما هدف صح من ركل الجزاء بس هو دائما كل شي صعب لما بدي أحكي في خط الوسط مباشرة بدي أحكي عن عامر أبو جاموس بصراحة عامر أبو جاموس مباريات آسيا شهادة ميلاد لعامر أبو جاموس شهادة ميلاد لعامر أبو جاموس بطل مباريات آسيا لاعب لعب ارتكاز لعب ارتكاز في مركز ستة وتمانية كان يتقدم وستة ويدافع يقاتل رغم البنية الجسمانية كان انقضاضه أعلى كان افتكاكه أعلى كان تحكمه بالكرة أعلى ما شاء الله لاعب لاعب من طينة الكبار أنا في الموسم الماضي لما يجي إعارة حكيت هذا لاعب كبير بس أنا ما بقبل يجي إعارة واعتردت على التعاطد أنه يجي إعارة لأنني أنا كنت إذا كنت جيب عامر أبو جاموس جيبه لسنوات الآن هم وقعوا لسنوات الآن هو مع الوحدات لسنوات أهم مكاسب الوحدات وهو حاليا في المنتخب الوطني كان في الدكة بالمباراة الأخيرة وأنا أعتقد عامر أبو جاموس رح نشوفه يلعب قريبا في التشكيل الأساسية بمنتخبنا الوطني قريبا مش رح يطول لاعب عنده كل هاي الإمكانيات لا مكانه في المنتخب الجمهور اللي عم بنتقد شوكت بنتقد شوكت هو شوكت أصلا مش لاعب مركز ستة مش لاعب ارتكاز هو عم بيلعب ارتكاز بأدي أدوار ضفاعية بيقاتل على الكرة بيقاتل أكيد في فولات أكيد بيرتكب أخطاء لكن هو بيرتكب فولاته وأخذ انضار مبكر بس هو لاعب كان يقاتل هاي الخشون اللي عملها فادت الوحدات كثير رح أثرت كثير على الفريق الإيراني الفريق الإيراني اليوم لعب بثلاث لعيب في خط الوسط مستوائهم عالي جدا صلي سبوع بحكي عنهم لا الدابو محترف في أوروبا الزنوزي نجم بكل معظم الأنديل كبيرة بأوروبا كان سعره أربعين مليون وكان بفريق لما فرنسا أخذت كأس العالم كان بالفريق لما بتحكي على محمد كريمي اسأل الإيرانيين منهم محمد كريمي أحد من أهم اللاعبين في إيران ثلاث لعيب بنص الملعب أصلا الفريق الإيراني لما دخل بالطريقة هاي بثلاث لعيب بنص لأنه كان هدفه يمنع الوحدات من المرتدات لأنه كان عارف أن الوحدات رح يعمل مرتدات ولو عارف فهو كان ركز أنه يسيطر على نص الملعب بس واجه اتنين بأداء قتالي في نص الملعب قاتل في نص الملعب أكيد بشوكة لما بيخسروا الكرة بيعوضوا بفاول أنا بعرف بعرف لأنه هو بالأساس أصلا مش مركز ستة بس هو عم بيقاتل بروحه عالية بيقاتل على كل كرة بيقاتل على افتكاك الكرات هو بآخر ربع ساعة الفريق الإيراني غير أسلوبه وزجب مهاجمين اتنين وسحب لاعب من النص وغير الطريقة بس هو كان حاسب حساب هجمات الوحدات المرتدة لما بدي أحكي عن مهند سمرين هذا لاعب دقيل صح مر بفترات صعبة صح غاب ثلث سنين بس شو ما شاء الله كنترول على الكرة ولا أحسن مين اللي عنده الكنترول بهاي الطريقة بهاي التقنية بهاي القدرات لاعب عنده قدرات عالية 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 جدا اليوم أقنعني أنه هو حيكون قريبا برضو حيكون موجود في تشكيلة الوحد صح هو لاعب بالمنتخب بشاركش بس ممكن قريبا يشارك لاعب امكانياته عالية لاعب هزم الفريق الإيراني في الذهاب هو واليوم هو اللي خربطهم لاعب شوكة مهند سمرين لما بيمسك الكرة وهو في ملعبنا تحت الضغط بشكة هاش بيعرف كيف يتخلص من المدافع تحت الضغط اتنين وبيقدر كيف يمرر تمريره تمريرته دقيقة لعبه دقيق ما شاء الله موهب كبير جدا جوهرة كبيرة فينا هذه الوحدات لاعب مهند سمرين سيزار ما شاء الله قاتل دفاعيا قاتل دفاعيا بنص الملعب بدافع مع قاعد مع عامر أبو جاموس ومع شوكة بدافع مع فراس بعمى بحاول يروع الهجوم لاعب مكسب للوحدات هو المحترف في الإضافة هو المحترف في التساني الإضافة هو هذا اللاعب سيزار سيزار يعني ما شاء الله بمتيج على بهاق فيصل بهاق فيصل احنا ما هاجمنا كثير الكرة الوحيدة بالشوط الأول اللي هاجمناها مزبوط وان تو بين مهند وبهاء اللاعب الخبرة لدقيل النجم الوافق من حاله بتخلص من الدفاع بما بيرجع بعرف كيف يمرر لمهند بيدخل مهند بيأخذ ركم الجزاء بهاق هو موجود بالشوط الأول حاجز قلبين دفاع بهاق بالشوط الثاني رجع صار قلب دفاع صار يدافع فيه تنتين كرات ركنية طلحهم بهاق براسه فيه تنتين كرات شتتها من قدام المهاجم بهاق هذا اللاعب قيل انه لن يرجع الى كرة القدم يوما قيل انا سمعت نسوى بيحكي للناس بيحكي للجميع بهاق فيصل نجم بهاق فيصل مكانه محجوز لازم يكون بالمنتخب بهاق امكانيات عالية جدا من اهم اللاعيب حاليا من اهم الاضافات الخبرة النجومية الموهبة بهاق لما بيطلع على الجناخ بيعرف اعمال عرضية وهو قلب وجوم يعني مهاجم لما بيطلع بيطلع من بره على الاجنحة بيسحب لعيبة وبيعمل عضوية وبيراوغ وبيقل عنده قدرات عالية جدا بيقاتل على كل اي كرة بيضغط اي خط دفاع لاعب لاعب امكانياته عالية جدا بدنا نحكي عن ابراهيم صبرة ابراهيم صبرة لاعب عمره 18 سنة لاعب ابراهيم صبرة اثبت انه عنده السرعة الفائقة وهذه ميز كبير جدا للمهاجم الكرة اللي أخذها ابراهيم صبرة وانفرد فيها لو لإنه عنده القدرة العالي والسرعة العالي وسبق المدافع وتخلص منه ما بيأخذها مش اي لاعب بيأخذها مش اي لاعب بيقدر يعملها صحيح هو لعبها سهل للحارس بس ابراهيم صبرة الخبرة بتيجي الخبرة بتيجي ابراهيم صبرة مع الوقت حيصير اللاعب الحاسن إبراهيم صبر مع الوقت فرص زي هاي هتكون أهداف عنده لسه بياخد خبرات لسه لاعب بيكتسب خبرات بس هو عنده الإمكانيات وإمكانياته عالية جدا وأنا شخصيا ما بتوقع يطول في الملاعب الأردنية هذا اللاعب أنا بتوقع مكانه في الأندي الكبير رح يكون في الخليج لاعب إمكانياته عالية جدا حتى موالي لما دخل موالي في بدل أبو جاموس في آخر المباراة لأن أبو جاموس يعني الصراحة استنزف بدنيا لدرجة مش قادر يوقف في آخر ربع ساعة قدم بذل جهد قدم دافع قدم لعب بدنص قدم ارتدمع حتى بالهجوم المضاد كان موجود في كل مكان بالملعب كان أبو جاموس موجود فدخل الموالي وأدى دور تكتيقي في الضغط الضغط اللي كان لازم الوحدات يلعب فيه واستمر للوحدات نعم فيه فرص نعم كان ممكن الفريق الإيراني يسجل هذا هو وضع طبيعي أنت بتلعب مع فريق بكل هالترسان في النجوم اللي عنده بكل هالشراسة وهو بيبحث عن تأهل وعارف أنه التعادل بيطيره من البطول يمكن 99% بيطلعه الآن هو بده الوحدات يفوز على الشارقة وهو يفوز على استقلول عشان يتأهل يعني هو عارف أنه الوضع صار صعب جدا عليه صعب جدا فأكيد سيرمي كل ما لديه الفريق الإيراني وما كل ما لديه ريح يوم الجمعة نص لاعيبته في مباراة الكأس عشان مباراة اليوم الوحدات قدموا مباراة كبيرة لعيبة الوحدات كانوا أبطال في الملعب كل اللاعبين جميع اللاعبين يستحقوا التقدير نحكي لهم عملته إنجاز كبير نعم إحنا محليا في عندنا مشاكل وبعاد خمس نقاط في الدورة بس اليوم أنت تأهلت في آسيا اليوم أنت قدمت الدعم لناديك اليوم هذا الفوز وأنا بحكي لكم وأنا كنت متخوف جدا لأنه فيه إحنا عايشين منعطف حد في نادي الوحدات إحنا في نادي الوحدات الظروف المالية صعبة جدا واليوم أنت لو اخسرت يعني إلا الآن الفوز يعني إليك فلوس زيادة لو اخسرت حتى الاهتمام بالفريق مع ابتعاد خمس نقاط والتأثير على المباريات المحلية سيكون كبير وسيؤدي إلى نتائج إلى شيء سلبي على فريق كرة القدم اليوم تأهلت عم بفتح الآفاق الآن بفتح الآفاق الآن تفكيري لأي إدارة قادمة سيكون تعزيز الفريق الفريق بشهر اثنين سيلعب ذهاب وإياب بدور السطاش بشهر اثنين سيلعب إن شاء الله بدور السطاش وإن شاء الله من دور السطاش لدور الثمانية ووقتها بنحكي لكم الوحدات تتأهل لدور الثمانية إنه جاب دخل كبير للنادي الآن الوحدات عم بجيب هاي الانتصارات بتجيب دخل للنادي اليوم لو ضلت واحد سفر كانت المباراة بمئة وتلاتين ألف انتهى التعادل أخذنا هنأخذ ثمانين ألف دور السطاش الوحدات اليوم كبير وقدم مباراة كبيرة وعمل إنجاز عمل إنجاز لبعض مش عاجبوا آداء مش عاجبوا لهذا إحنا ما عندنا طريقة ثانية انت ما عندك حال ثاني انت بدك تلعب مع هذه الأندي اللي عندها إعداد ورديها كوالة لاعبين ورديها هاي ليفل من مستوى اللاعبين وعندها كل البنية التحتية وعندها كل الظروف وكل شيء بيساعدها بدك تلعب بالأسلوب اللي بيوصلك هذا الاسلوب اللي بيوصلك للوحدات لما بيلعب مع الشارق وعندما يلعب مع سبهان مش اللعب المفتوح لعب مفتوح بتخسر انت لاعب مقابل لاعب امكانيات فردية وقدراتهم اعلى هم قيمة اللاعبين عالية الوحدات حقق انجاز وانجاز كبير كابتر رأفة عرف يقرأ المباراك عرف يتعامل معها لانه لو شوي انجرف بالعاطفة انه بده يفتح ملعب ويهاجم كان رح يخسر كان رح يخسر الوحدات اليوم بطل قدم مباراة بطولية تأهل لدور الستاش وركزولي على كلمة تأهل لدور الستاش من مجموعة فيها سبهان والشارقة واحد من الناديين هدول الاكبار رح يروح تسعين بالمية سبهان حيروح فالوحدات وصل حقق المطلوب احنا شو كنا طالبين من دوري ابطال آسيا هاي النسخة الكبيرة من دوري ابطال آسيا كنا نحلم انه نتأهل اليوم احنا تأهلنا شهر اثنين ان شاء الله الفريق بيكون فيه تعزيزات وبيكون فيه اضافات ان شاء الله بالهمة زي ما غلبنا هدول ان شاء الله قادرين كمان نصل لدور التمانية يا رب هل البطولة هاي بستواها اعلى من مستوى كرة القدم الاردنية لانه اي واحد بحكيلي لا بقول له احنا انديةنا مش اعلى من اندية ايران ولا اعلى من اندية الامارات ولا اعلى من اندية السعودية ولا اعلى من اندية اليابان ولا اعلى من اندية كوريا ولا أعلى من أندية قطر إذا إحنا أعلى فيه إشي غلط بالمنطق الكروي بمنطق كرة القدم بعقود اللاعبين بالنجوم اللي إحنا بنتغنى فيهم كنا نشوفهم في أوروبا اللي بيلعبوه بدول الخليج بالنجوم الكبيرة هاي فالوحدات حقق الفوز وحقق الإنجاز يعني حكينا ممكن نعمل ضغط عالي من اللاعبين بس بالشراس اللي لعبوها ضغط من الثلاث مهاجمين يضغطوا في ملعب المنافسة على خط دفاحهم بهاي الشراس الصعب اللي لعبوا فيها بهاي السرعة اللي لعبوا فيها كان صعب جدا يمكن في الدقيقة تلاتين من الشوط الأول مارس ثلاثة الهجوم اللي عندنا ضغط استخلصوا الكرة وكانوا دونسجدوا هذا بس هذا الحكي صعب انك تعملوا كثير في المباراة بهذا السيناريو اللي شفناه الشراس اللي عم بيلعب فيها نادي سبهان في آخر مبارتين له في البطولة مش طبيعية روحوا شوهوا كيف هاي الشراسي كانت مع الشارقة وسجل تلات أهداف بالشارقة فريق دقيل جدا فريق من مفاجآت البطولة انه حيكون آوت نادي سبهان مرشح ينافس على اللقب يكون آوت هذا إنجاز انك انت اللي خليته آوت انت اللي فست عليه وتعدلت معاه وفرطت عليه التعادل اليوم وخليته آوت حتى نادي الشارقة اليوم لسه يعني بقول لك ممكن أخسر مع الوحدات وأروه فعشان هيك الوحدات اليوم مرتاح اليوم الوحدات دور السطاش اليوم هذا إنجاز طبعا اللي طلعوا ثلاث تعليقات بس فلسه مشكلة التعليقات موجودة فأنا بحكي لكم مرات بدك انت تفرح للنتيجة بدك تفرح للإنجاز واللي صار اليوم إنجاز وأي واحد بحكي لي مش إنجاز بقول له لا إنجاز وبصر وبصمم إنه إنجاز واحد بيقول لي لما أكاتب الحمد لله وفوز وكذا البنشور بيقول لي ظلك صحج يا رجل أنا بدك يعني ألطم والوحدات متأهلة دور السطاش في بطول كبيرة من العيار الدقييل ما عندي أفضل من الوحدات آجة ألطم يعني في وقت تكتفرح فيه إنه فريقك عم بعمل إنجاز وعم بنجز وعم بيحقق نعم دفعنا وليش هو عيب أنا دفعت مع مين دفعت مع نادي أفضل مني الإمكانياته أعلى مني جدة اللاعبين أعلى مني قدراته أعلى مني ظروفه أحسن مني يعني كل إشي بني تحتي في عنده ما عندي كل إشي عنده المهم أني أنا لما دافعت أخذت النتيجة طب ما أنا لما بخسر مباراة في الدوري مع فريق بدافع معي تسعين دقيقة أو بتعادل معاه برضو ما بنحكي هذا الفريق أبدع بتلقى امتقاد لا أجيب واقع ثاني أنا أألف لك واقع ثاني أعتبر التأهل اليوم وصدارة المجموعة محايل أندي الكبيري مش إنجاز لا هذا إنجاز وإنجاز كبير لأندي الوحدات وإنجاز كبير لكرة القدم الأردنية هاي النسخة اللي بتشوفوها من بطولة آسيا هي النسخة رقم واحد أوكي حكينا لكم أنا أنا اللي جيت حكيت بعد مؤتمر آسيا بما يقلص بنص ساعة حي تتأرشرت لتائج كأس الاتحاد الآسيا وفيها وحتى تتأرشف نتائج بطولة دوري أبطال آسيا في النخبة وكان الخلاف في المؤتمر هل يأرشفوا نتائج كأس الاتحاد الآسيا وفي بطولة التحدي ولا في البطولة هاي بالأخير اختاروا أن يأرشفوها لكن هي نسخة جديدة بجوائز جديدة بأندي كبيرة هل مشاركات الوحدات السابقة بكأس الاتحاد الآسيوي واجه أندي بهذا المستوى هل واجه أندي بكأس الاتحاد الآسيوي بهاي الكولة العالية هل عمره كان واجهنا نادي إماراتي ولا نادي إيراني في كأس الاتحاد الآسيوي هل شاركت أندي السعودية قبل ذلك بكأس الاتحاد الآسيوي طبعا لا هل شاركت أندي قطر في كأس الاتحاد الآسيوي طبعا لا هل شاركت أندي إيران طبعا لا هل شاركت أندي اليابان وكوريا طبعا لا الأندي اللي كانت تلعب معنا في كأس الاتحاد الآسيوي وينها من البطولة ليش مشاركة في البطولة وين الأندي السورية وين الأندي اللبنانية حتى أنديتنا الفلسطينية وينها وين أندي مش موجودة لأنه مستواها راحت على التحدي إحنا الأندي اللي كانت تشارك معنا في كأس الاتحاد الآسي راحت على البطولة رقم 3 في التحدي فإحنا بنسخة كبيرة وإنجاز كبير وبطولة كبيرة واللي عملوا الوحدات أنا بيعتبروا معجزة أشبه بالمعجزة لأنه كان غير متوقع كان غير متوقع أن الوحدات يتأهل فأنا بشكر الجميع من إدارة للاعبين لجهاز سني بشكر كل اللاعبين قاتلوا 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 اليوم يجت المباراة بالروح بالقتال بالعزيمة بالإرادة أردنا شئنا أم أبئنا هذا الحال هو الواقع إذا معلق حكى الوحدات لسه مش متأهل هذا لأنه مش بيعرفش لأنه أبصر كيف جايبينه من وين جايبينه الوحدات تتأهل رسميا 11 نقطة اليوم الفريق الإيراني عنده سبع نقاط ضاي المباراة بيننا أربع نقاط إحنا تأهلنا رسميا إلى دور السطاش القرعة لسه كانت تكون بشهر واحد نتمنى أن القرعة تجيبنا بدور السطاش مع فريق نقدر إن شاء الله نتجاوزه ونصل لدور الثمانية وكل ما بالروح في البطولة بتحسن وضع النادي المالي بتحسن وضع النادي بتحسن وضع النادي بتحسن وضع الفريق بزيد الاهتمام بالفريق اللاعبين اليوم انتصروا لأنفسهم اليوم الاهتمام فيهم هيكون أكبر الوحدات بدوا تعزيزات أكيد بين الذهاب والإياب بدوا تعزيزات أكيد فيه محترفين مش بحجم الوحدات أكيد لازم الوحدات يحاول يبدل المحترفين أكيد يحاول يعمل تعزيزات هذا واقع واقع الوحدات بدوا تعزيزات اليوم الفوز بيخليك تعمل التأهل بيخليك تعمل تعزيزات التأهل بيخليك تهتم منه يكون عندك نجوم أفضل للمرحلة القادمة بس اليوم إنجاز وإنجاز كبير إن شاء الله غدا كمان بنفرح بتأهل نادي الحسين لدورة أبطال لدورة الستاش نادي الحسين فرصته كبيرة جدا هو فوق تسعين بالمئة متأهل بينه وبين نادي سبهان خمس نقاط كيد مباراته غدا صعبة برضو سبهان عنده مباراة أخيرة مع أهل دبي يعني ظروف الحسين إن شاء الله إنه وضعه كويس وبتأهل وكمان هو بيكون مع شقيقه نادي الوحدات يد بيد في دورة الستاش اليوم هذا إنجاز لكرة القدم الأردنية إنجاز المحللين العرب اللي كان يحكوا عن منتخبنا منتخب الصدفة وأنديتنا ما بتقدر تعمل إشي بآسيا أتمنى أشوف ردهم اليوم أتمنى أشوف ردهم اللي علقوا على أنديتنا وقللوا من حجم أنديتنا وقللوا من حجم مستوى كرة القدم إحنا بنرد عليهم بأقل الإمكانيات بنفوز عليكم وبأقل الإمكانيات بنتأهل على حسابكم إنت بتعمل فريقك بخمسين مليون إحنا بنعمل فريقنا بشبعمائة ألف ستمائة ألف دينار بس باختصار وإحنا بنتأهل إنت عندك عشر ملاعب تدريب إحنا بنتمرنا نلعب ترتان إحنا ما عندنا استادات نلعب فيها نلعب فيها زيكم إحنا ما عندنا بني تحتية إحنا اللاعب بتأخذ تلاتين وأربعين بالمئة من رواتبها إحنا اللاعب اللي بنجيبه بالوحدات ونتفعله بكون أربعين ألف دولار وخمسين ألف دولار وثلاتين ألف دولار هاي إمكانياتنا محترفين بخمسين وستين ألف دولار من جايبين نيزانوزي ولا جايبين كامارا ولا جايبين زي الشارقة النجوم لعيب محترفين بخمسة وستة مليون الواحد من جايبين نحمد ربنا أنه فريقنا نتأهل أنه فريقنا قدر يواجه هاي المجموعة الصعبة أنا لما طلعت القرعة كنت عم براقب القرعة لما طلعت يعني صراحة أشعرت بالخوف صراحة أنا ظلم صريح لأنني أنا بحكي كرة قدم وبشوف كرة القدم وبعرف إمكانيات اللاعبين بس الوحدات حكوا لي لا لعيبت الوحدات حكوا لي لا إحنا خادرين إحنا رح نتأهل إحنا اللي رح نرتب المجموعة والوحدات هو اللي عم بيرتب المجموعة اللي بقول لي أنت ليش كاتب الوحدات يحتل آسيا هذا فرح الوحدات اليوم بتأهلوا أول فريق بآسيا أنا حكيت يحتل آسيا ليس زعلان؟ أنت ليس زعلان؟ أنت لازم تحكي الحمد لله مبارك للوحدات مبارك لكرة القدم الأردنية اليوم الوحدات بحتل آسيا وبكرا الفسين بحتل آسيا هيك لازم نتعامل إحنا إحنا لازم هاي اللغة اللي نحكي فيها لما يفوزوا أي نادي منهم اللي حقوا أربعين مليون علينا اللي إحنا بسبعمائة ستمائة ألف يفضحونا إحنا لما نتأهل أحسابهم زعلنين ليش لنزعل ليش ما نفرح الوحدات يتأهل الوحدات بوضعية ممتازة الآن في آسيا الوحدات حنشوفها بشهر اثنين بدورة أبطال آسيا دورة السطاش دورة أبطال آسيا بطولة اللي تبث على أكبر القنوات الفضائية المتابعة اللي عليها يعني جوائزها كبيرة إحنا كنا نلعب بدورة أبطال آسيا اللي هو النخبة حاليا ما ناخد هاي الجوائز ما كانوا يعطونا 300 ألف هذا المشاركة كانوا يعطونا 50 ألف على الفوز بس هاي البطولة الكبيرة اللي هي النخبة حاليا بس هاي البطولة لأنها صارت قريبة من النخبة وقد جابوا عليها أندية النخبة مش رح يخلوا أنديتهم الكبيرة تروح بدون جوائز يعني هم ليش حطوا الجوائز هاي لأنه في أندية بالملايين مشاركة فيها فحطوهم جوائز لو أخذنا الدوري خمس سنين وراء بعضنا خدش الجوائز اللي أخذناها في دوري أبطال آسيا 2 هذا هو الإنجاز هذا هو الإنجاز وهذا أنا بحسبه لكل منظومة في نادي الوحدات إنها عملت من أجل هذا الإنجاز وقاتلت من أجل هذا الإنجاز لما بنكون الفريق سلبي إحنا بنحكي سلبي لما يكون سيئ بنحكي سيئ أنا من الناس اللي أنا انتقدت تكوين الفريق وما زلت أنتقد تكوين الفريق بس اللعيب أبطال اللعيب قاتله اليوم بقدمنا عامر أبو جاموس نجمه نفسه بطل كبير في دوري أبطال آسيا لاعب تقيل في دوري أبطال آسيا بيحكينا بفرجينا مهند سمرين لاعب هذا اللي غايب تلت سنين شو هو مهند سمرين شو إمكانياته شو مهاراته اليوم بهاء فيصل بيرجع على قطر الكل عم بيحكي هاي وكان يلعب بقطر بالمواقع القطرية بهاء فيصل معقول بهاء فيصل بيقدر يلعب بعد الإصابة لأنهم التقرير الطبي عنه أنه صعب يرجع بهاء رجع تحدى وتحدى وتحدى ورجع عجبني مشهد بعد المباراة لما راح هو ورافت مع بعض هيك نازم تكون الروح إحنا الآن أسرة واحدة فريق واحد إن شاء الله الوحدات بتعزز كمان بالإياب وبيقدر يكمل وبيقدر يحافظ وبيد نجسان الجاي يضمن مقعد كمان في آسيا ينافس في الدور المحلة أو بالكاس خلونا نكون إيجابيين خلونا ندعم هذا الفريق البطل يعني مش حلو هذا الفريق بتأهل من هاي المجموعة ويقش يشوف ناس بتنتقد تنتقدهم ثم هم يقاتلوا ما هم يدخلوا لعبوها كمعركة قدموا كل ما عندهم أنا مش جاي أعملكوا بعد المباراة تحليل فني كيف لعبنا وكيف لعبنا لأنه خلاص يعني هاي المباراة اتحقق المطلوب منها وتأهلنا بالدفاع بالتشتيت بالبدكوية بس بالتداء بالأداء البطولي أنا بحكي شكراً لشوكت وشكراً لبجاموس وشكراً لكزعر وشكراً لفراص شلباي قاتلوا شكراً للمثلث الدفاعي شكراً لبهاء ولسيزار ولموالي ولمهند سمرين ولإبراهيم صبرة شكراً لمروان فلاح شكراً لجميع اللاعبين وشكراً وألف شكراً وألف شكراً للبطل عبدالد الفاخوري للأسد عبدالد الفاخوري واحد يحكي لي أنت مش لاقي أسد إلا عبدالد الفاخوري بالتعليقات؟ والله كنت بدي أعمله بلوك يا رجل أنت بهذا الوقت بدل ما تحكي شكراً لعبدالد الفاخوري بتهاجمه؟ الله يخلف عليه اليوم عبدالد الفاخوري على المباراة الكبيرة اللي قدمها اليوم خلانا موجودين بآسيا عبدالد الفاخوري اليوم كان بطل أسد هذا الحارس اللي كان بمنتقى بالأردوان الأول هو عمره 18 سنة هذا الحارس اللي الكل بتنبأ له يكون كان يتنبأ له أفضل مركز وهو أنا بحكي لكم عبدالد الفاخوري راجع وراجع وراجع بقوة ومبرات اليوم يعني عبدالد الفاخوري راح يكون هو يزيد التب ونور وجميع نحن كل اللاعبين بدنا يوم ينجحوا الحمد لله الوحدات كبير الوحدات لم يسقط في آسيا كثير ناس راهنت على سقوط الوحدات في آسيا أنا بعرف ناس كثير راهنوا على سقوط الوحدات في آسيا الوحدات لم يسقط الوحدات الوحدات موجود أصعب الظروف موجود بأقل الإمكانيات موجود بأي تكوين فريق موجود الوحدات بمن حضر نعم بدنا تعزيزات بس بمن حضر كان موجود اليوم بالأداء البطولي كان موجود بالروح العالي كان موجود لك نقصوا من الفرح تبعكم افرحوا للوحدات افرحوا انه تأهل افرحوا انه تأهل أحساب سبهان أصرهان متصدر الدور الإيراني وين احنا وين الدور الإيراني وين لعبتنا وين إيران تتسيد كرة القدم بآسيا أول فريق رح يتأهل لك أس العالم احنا عبرنا جبنا محترف من اللي بنشوفهم هدول بمستواهم عندنا إمكانيات يعني ما بنجيبهم الفلوس عندنا إمكانيات نجيب محترف بخمسة مليون زي مهاجم اللي كان ببرشلونا اللي بيلعب بالشارقة أو ثلاثة مليون ونص جناح الشارقة الأيصر البرازيلي الوانزو أو كمار أو كمارة اللي عندهم جناح الأيمن احنا ما بنقدر احنا هاي إمكانية بس احنا بنقدر نجيب لعيبة بثلاثين أربعين ألف روحهم عالية قتالهم عالية إرادتهم عالية إرادتهم صلبة بيقبلوا التحدي وقد التحدي وبينتصروا اليوم انتصر الوحدات بتعادل الانتصار بطعم الفوز وطعم الفوز وطعم الفوز والحمد لله والحمد لله والحمد لله مش كل الإشي بدأ نحوله إلى إشي سلبي اليوم اللي صار إيجابي اللي صار كبير واللي صار إنجاز طبعاً 85% طبعاً فرحانين ويباركوا وكذا إلا في ناس تنتقد يعني وضع طبيعي واللي بيحكي لي لازم يطلع فلان ويدخل فلان والله أنا بالنسبة للكبتن صالح راتب من أكثر اللاعب اللي بحبهم ورح أظل أحبهم باستمر بحبهم موهبة وموهبة وموهبة لكن اليوم بنص الملعب بالوحدات كان مطلوب مش صانع العاب إحنا اليوم ملعبنا بصانع العاب أصلاً نلعبنا على التحولات كان مطلوب لاعب يدافع بنص الملعب مش لاعب يلعب بين الخطوط مش لاعب مهاري بنص الملعب بدون واجبات دفاعية عالية اليوم كان مطلوب مدافعين بوسط الملعب قتاليين بوسط الملعب لكن صالح إلو قيمته وإلو وزنه إن شاء الله بتقلق في مباريات الدوري طبيعة الإمبارات تفرض التشكيلة ظروف الإمبارات طريقة اللعبة تفرض التشكيلة خلينا نأذر جميع اللاعبين خلينا نحكي هذا الفريق اللي ما كان حدا متوقع له إشي في آسيا بيعمل الإنجاز في آسيا أول من يتأهل بآسيا لم يخسر في آسيا عارفين شو يعني لم يخسر؟ أنت كنت تخسر مع أندي أقل منك مع الفتوة ومع الكويت ومع الأقل منك في كأس الاتحاد بس في أبطال آسيا 2 أنت بتفوز على أندي كبيرة أنت لما شاركت في دورة أبطال آسيا الأولى عملت انطباع كبير فوزت على النصر السعودي وعملت نتائج فوزت على السد فوزت وخسرت بس اليوم في هذه البطولة من أول مباراة لآخر مباراة الوحدات مركز في آسيا الوحدات في قمة تركيز الوحدات في قمة حضور الذهن الوحدات في قمة التحدي الوحدات في قمة التحدي ينجحوا يعملوا الإنجاز مبارك لنادي الوحدات هذا التأهل أنا بحكي لكم نادي سبهان أصرهان من الأندي القوية أنا لما تابعته عشان أحلله توقعت يروح عن مبران نهائية لأن الإمكانيات اللي عنده عالية جداً لأنه بيعيش أفضل فترة له نادي سبهان لأول ماء يعني متصدر عم بحقق نتائج كبيرة بإيران عنده زخم نجوم كبير جداً لما بحكي لك خمسة بإيران من المنتخة بإيران وإيران معظم العيبته محترفين برا إيران وعنده هالمحترفين بهذا المستوى وأجي أحكي والله لازم فتحنا الملعب لازم ما مش منظر مش مناسب إن الوحدات يدافع لا بدك تدافع أنت مين على أنت أوكي أنت نادي الوحدات إمكانيات نادي الوحدات بس أنا قصدي بجودة اللاعبين الموجودة أنت أقل منه أنت أقل منه إذا بدك تحكي إنه جودة اللاعب أفضل عندك أنت بتكذب على حالك هاي إمكانيات وقدراته لعيبي على مستوى عالي ولعبه بأندي في أوروبا كبيرة لكن برهن اللاعب الوحداتي واللاعب الأردني أنه قد التحدي وأهل التحدي وأنه يتعمل ويصير ينافس اللاعب الأوروبا واللاعب الأسيوي المنتخب كبير بآسيا الإمبارات السابقة لما فاز الوحدات على الفريق الإيراني وبالتحولات في ناس حكات والله ما هو قوي لأنه فزنا لأنه ما قدر يعمل فرص مباشرة لأنه كنا نلعب بشراسي في إمبارات عمان لأنه إحنا قاتلنا لأنه إحنا منعناه عندما بلش في لعب بشراسي اليوم اليوم التسريع اللعب في الكرة السريعة وأمركم إذا شفتوا بالدور الأردني مباراة بهاي السرعة أستحلفكم بالله شفتوا مباراة هذا الرتم العالي الله يكون بعون لعبتنا اللي قدروا يجاروا هذا الرتم العالي هذا الرتم العالي ما بنشوفه بالدوري عندنا هذا الرتم عالي وراء لا تتوقف الضغط مستمر اللاعب عندهم قدرات عالية على الضغط العالي ضغطوا نص الملعب وضغطوا عديفان وعنده ضغط وهاجمونا بسبع لعيبة وسرعة وسرعة وعندهم السرعة الهائلة جدا طب انت لما تصمد أمام هذا الضغط العالي وهمام الرتم العالي تستمر في المباراة ليس هذا إنجاز أنا أريد أن أطول عليكم كنت أتمنى أن أرى التعليقات وأرد عليها لا أعرف هل هي إيجابية أو سلبية لكن بعد البث أرى أحكي لكم مبارك أحكي لنادي الوحدات مبارك أعملت اللي عليكم تأهلت من مجموعة صعبة جدا تأهلت وفرقت اسم النادي الوحدات في هذه البطولة الآن النادي الوحدات في دور السبتاش إنجاز كبير لنادي الوحدات أداء كبير لنادي الوحدات أداء بطولي لنادي الوحدات مباراة كبيرة لنادي الوحدات إن شاء الله الآن بعد مباراة الشارقة يركز على المباريات الدوري يجب أن نقاتل بالدوري وإن شاء الله بين الذهاب والإياب يكون هناك تعزيز مناسب للفريق على الأقل استبدال المحترفين بالأعيبة محترفين أفضل منهم ليس كلهم طبعا الذين لم يقدموا الوحدات عندما يضع 40% من قوته بالمحترفين يعني 40% من المحترفين 4 لعيبة من 11 بالمحترفين يعني 40% يعني لازم يكونوا سوبر ستار عشان يحملوا الفريق لكن اللي حملوهم اللعيب اللي كان ممكن يكونوا بدلاء أو المحترفين يتقلقوا الوحدات ممتاز جدا الوحدات قدموا عليه الوحدات اليوم أنجز الوحدات بطل عبدالله الفخوري مرة أخرى ومرة أخرى شكرا جميع اللاعبين شكرا لكم جميعا الثبات أداء البطولي يحسب لكم جميعا بختتم أنه أنا غدا أتمنى أنه نادي الحسين ممثل كرة القدم الأردنية يعلن تأهله رسميا يفوز على الأقل أنا حبي يفوز يرد اعتباره بعد خسارة الذهاب مع الشارقة وإن شاء الله يفوز وبتأهل والفريقين الوحدات والحسين إن شاء الله يد بيد في دور السبتاش لدوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا لن يلعب نادي من غرب آسيا مع نادي شرق آسيا إلا في النهائي يعني أندية اليابان وكوريا والصين رح يظلهم يلعبوا مع بعض وإحنا رح نظل نلعب مع بعض أعتقد دور السبتاش القرعة موجهة ما يلعبون ناديين من نفس البلد مع بعض معلومة بدها مراجعة لتعليمات الاتحاد الآسيا وترجمة فممكن اليوم أنا مع التوتر ولهذا صعب أن أرجع وأترجم بس غدا إن شاء الله صباعا فحاول أجيب المعلومة إنه ممكن يلعب ممثلين ناديين من نفس البلد مع بعض الدور السبتاش مع أنه 80% أعتقد لا النظام البطولي ذهاب وإياب يعني ممكن تكون على ملعبك ومخارج ملعبك وممكن تكون بطولة مجمعة حتى هذه أنا بحثت عنها وغير بحث في مواقع في موقع الاتحاد الآسيا ويمش وارد لحد الآن لكن بما أننا اشتغلنا ذهاب وإياب أنا أعتقد أنه رح يضل ذهاب وإياب المباراة الجاي حيكون فيها الدور السبتاش 80 ألف بعدين بنصير دور الثمانية مية وستين ألف إن شاء الله يا رب أنه تكون هذه بوابة لنادي الوحدات وجسر عشان يتجاوز كل مشاكله المالية عشان صعب يتجاوز كلها بس أنه يحل مشاكله ويقدر يسير أمور الفريق الوحدات خسر رعايات الوحدات خسر رعاية أمني خسر الجمهور إرادات الريع من الجمهور ويعوضوا بطولة آسيا الآن جمهور نادي الوحدات وأنا رسالة إلو كله لليوم كان كله يحضر الإمباراة على الفيسبوك وعلى السوشال ميديا ومتابع 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 بتمنى يوم التنين القادم هبت رجل واحد ينشجع الفريق في إمباراة الشارقة بحاجة لفريق الوحدات تشجيع في إمباراة الشارقة بحاجة أنه نجيب إرادات للنادي من ريع المباريات بحاجة ندعم النادي ماليا وبحاجة هدول الأبطال اللي يتأهلوا يشوفوا جمهورهم يشتاقوا لجمهورهم اليوم الوحدات بقطر كان جمهوره كبير إحنا بعمان ما عنا جمهور الوحدات اليوم بقطر كان جمهوره عم بحضر وبيشجع وبيآزر إحنا إن شاء الله بعمان برات الشارقة يكون فيه جمهور وجمهور كبير هبت رجل واحد لدعم وتشجيع الفريق مرة أخرى شكرا لكم معلش سامحوني شوي إذا كنت معصب شوي بالباث بس الحمد لله كنت أنا متوتر لدرجة كبيرة جدا يعني ما رديتش يمكن عامل إغلاق للتلفون ما رديتش يمكن على يعني تلفوني مغلق كثير أكيد ناس رنوا فأنا يعني بعتذر من أي واحد رن علي اليوم ما رديت عليه كثير كنت أنا هامل هم هاي الامباراة وبيعتبرها منعطف حاد في مسيرة فريق كرة القدم هذا الموسم هاي إن شاء الله الامباراة اللي بترجع جمهور الوحدات هاي الامباراة اللي بتبني لمستقبل فريق كرة القدم هذا الموسم اللي بتحسن من ظروف نادي الوحدات اللي بتخلي الوحدات موجود اللي بتخلي الوحدات منافس آسيوي ومحلي شكرا شكرا فريق كرة القدم منظومة كرة القدم منظومة نادي الوحدات على التأهل الآسيوي عندي الإنجاز منشكركم وأكيد عند التعثر ننتقد أنتوا في آسيا أبطال استحقوا الشكر والتقدير في المباريات الأصعب آسيا المباريات الأصعب كنت نجحتوا فأنا أشكركم من قلبي جمهور الوحدات أكيد اليوم فرحان حتى البنت قد فرحان لكن أبدعتم كابتر رقفة علي اليوم يحسب إليك في مسيرتك أنك اتأهلت في نسخة الأولى لدوري أبطال آسيا 2 أنا أشكركم مرة أخرى وآسف إذا طولت عليكم شكرا لكم جميعا كل الحب لكم جميعا لكم جميعا